موسيقى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في قناتكم مدرسة الحياة ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من برنامج التعلم والتحدث باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا هذا البرنامج سهل وبسيط جدا سيساعدكم على التكلم باللغة الفرنسية في مدة قصيرة إن شاء الله فقط تابعوا مع الدروس من أولها إلى آخرها في هذا الدرس اليوم سوف نأخذ بعض الكلمات المستخدمة عامة وسوف نحاول استعمالها في بعض الجمل إذن على بركة الله نبدأ الدرس السابع من هذا البرنامج سوف نبدأ بكلمة سرطان التي تعني بالعربية مؤكد سرطان مؤكد حيث يمكننا أن نستعملها إلي سرطان ك أو سي سرطان ك التي تعني بالعربية من المؤكد أن من المؤكد أن إذن نقول إلي سرطان ك أو سي سرطان ك إلي سرطان ك سي سرطان ك يمكن أيضا أن نقول سرطان ك التي تعني أنا متأكد أن بالنسبة للمؤكد يعني 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 le masculin أما بالنسبة للمؤنث le féminin نقول جسوي سرطان ك جسوي سرطان نضيفه سرطان ك إذن بالعربية أنا متأكدة أنا متأكدة أن إذن هذا هو الفرق بين المؤنث والمذكر بالنسبة لهذه الكلمة نقول مثلا جسوي سرطان ك بالنسبة للمذكر وبالنسبة للمؤنث نقول جسوي سرطان سرطان ك إذن بحاولت الجملة نقول مثلا جسوي سرطان ك تريسيرا جسوي سرطان ك تريسيرا إذن جسوي أنا سرطان متأكدة ك ت أنك ك تعني أن ت أنت إذن ك ت تعني أنك سيصيرا ستنجح سيصيرا من فعل سيصير النجاح مصرف في الفتور بالعربية المستقبل مصرف في المستقبل ذلك قلنا ستنجح سوف تنجح في المستقبل إذن بالفرنسية نقول أسل ك تُ ريُّسِرَ أنا متأكدة أنك ستنجح إذن لبنا تقليمة ريُّسِر أو فعل ريُّسِر الذي يعني النجاح ريُّسِر هذا الفعل ce verbe est en infinitif يعني هذا الفعل غير مصرف غير مصرف ريُّسِر ري يُّسِر ريُّسِر أمر إلى الكلمة الثانية كلاير كلاير تعني واضح كلاير 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 أنا ستعمل في إِلَيْكْلَيْرُ كُّ إِلَيْلَيْكْهِ إِلِيْكْلَيْكَ إِلْيْكْرِ كُّ أو سِيْكْلَيْا كُّ سيْكْلَيْكَ التي تعني بالعربية مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ من الواضح أن إذن إما نقول إلي كلار ك أو نقول سي كلار ك إلي كلار ك سي كلار ك أو يمكن يمكن أن نضعها في جملة سي كلار ك تُوِي نووهل سي كلار ك تُوِي نووهل تعني من الواضح أنك جديد سي كلار ك من الواضح أن تُوِي نووهل أنتِ جديدة إذن نقول من الواضح أنك جديدة سي كلار ك تُوِي نووهل تُوِي نووهل تُوِي نووهل 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 تعني جديدة والكلمة الثالثة هي جمي 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 تعني أبداً جمي جمي يمكن أنها في جملة مثلاً ك نووهل 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 نبلي لا تنسى جمي أبدا كج أنني تام أحبك أو أحبك نبلي جمي كج تام لا تنسى أبدا أنني أحبك أو لا تنسى أبدا أنني أحبك نبلي 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 كلكم كج أinder t америкتي نبلي كج تام لتنسى أبدا أنني أبدا أنني أبدا أنني أبدا أبليه تعني أني سيان أبليه تعني أني سيان و جتام تعني أحبك أو أحبك جتام جتام أبليه أني سيان جتام أحبك يمكن أيضا أن نستعمل كلمة جميع في نبندن جميع نبندن جميع مثال آخر نبندن جميع تعني لا تستسلم أبدا لا تستسلم أبدا نبندن جميع نبندن جميع نبندن جميع هناك تستسلم أبدا نبندن جميع نبندن نبندن لا تستسلم أبدا لا تستسلم أبدا لدينا مفعل أباندوني le verbe أباندوني الأستسلم أباندوني 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 الكلمة الرابعة هي تُّجُّور تعني دائما تُّجُّور 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 يوم تعملها مثلا في جملة يجب أن تجعل أباندوني 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 أتشبت بالأمل Espoir تعني أمل Espoir Espoir لن نعيد الجملة بالفرنسية Il faut Il faut Toujours Garder Espoir Il faut Toujours Garder Espoir Il faut toujours garder Espoir تعلمنا كلمة Il faut أو عبارة Il faut تعني يجب Il faut يجب كلمة Espoir Espoir تعني أمل Espoir تعني أمل وصلنا إلى نهاية درس اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه أستودعكم الله وإلى اللقاء في درسين جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر